السلام عليكم يا شباب. فيدي اليوم كيف انك تلود بسرعة بالبوبجي ستيم اسرع من غيرك. وبعض الطرق اللي ممكن تساعدك. فهم شغلتين بصراحة اللي تتعلق باللود. هو من خلال الماوس. وتاني اشي من خلال اعدادات اللعبة نفسها. فاول اشي راح ابدأنا باعدادات الماوس نفسها. وبعدين ننتقل على اعدادات اللعبة. واقلكم على الاعدادات اللي ممكن انك تغيرها. عشان تخلي اللوت يصير بشكل اسرع. فاول فيديو نزل روح شيك عليه. بس اه مختلف عن هالموضوع. ممكن يساعدك. راح تلقى الرابط بالوصف ازا لسا ما شاهدتو. لا تنسانا من لايك والاشتراك وتفعلي الجرس عشان يوصلك اشعار بالفيديوهات القادمة ان شاء الله. فمتل ما متل ما كم شايفين يا شباب. اللوت اه هو بصير من خلال طريقتين. اول طريقة انك تجي على اسلاح وتضل ضغط اف 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 اف. لكن الشي راح تصير بشكل جدا بطيء. فالافضل انه وقت تجي اه ازا انزلت من مضلة وجيت على اسلاح. اضغط اه كبسة الاف عشان تشيل اسلاح وبنفس الوقت اللي اتضغط عليه الاف افتح الحقيبة. كبسة يمين تسحب بالماوس بالكبسة اليسار. كبسة يمين وسحب كبسة يمين وسحب يعني بتخلي لأول شغلة اه بتقبس عليها باليمين والشغلة البعدها تسحبها بالماوس. في شي جدا مهم لازم اه تنتبه عليه. انه ما في داعي انك تسحب الاسلاح لهاي المنطقة عشان اللاعب يشيل اسلاح اسلاح. ما في داعي لكل هالشي. انت لازم تنتبه على الخط هذا الموجود هون شايفوا هذا الخط? هذا الفراغ وهذا الفراغ. بما انه السلاح تعدى هذا المنطقة فخلص انت يعني اه راح تضمن انه سلاح اه انه اللاعب راح شير اسلاح. شايفين شلون? لكن اه متل ما كم شايفين هون احط اشارة اكس. لا. لازم يعني تكمل عشان اقل شي صير فوق الخط او بعده بشوي. لكن انت دائما خليه بعد الخط بشوي وترك السلاح. فهيك انت صار عندك اه سلاح بالاة 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 موجود. يعني ما في داعي والله تسحب كل هالسعباء. هذا اهالشي ممكن اخرك. هذا اول اشي. تاني اشي بالنسبة للاضافات وللاذخير او كل شي. فكل اللي عليك سوي انك بس دخلوا في هذا الفراغ بما انك دخلتوا في هذا الفراغ خلاص راح انتهى الموضوع يعني راح يصير بالتسحبة بالحقيبة بتاعك. فانا مسوي اشي غير اشي يعني زيادة. اني وقت اه ادخله عالحقيبةчас يتركب فورا على السلاح يعني بدون انا ما اسحب على السلاح هو فورا يتركب على اسلاح. شايفين شلون؟ يعني بس سحبته على هذه المنطقة. اذا هو ركب فورا سلاح لازم تسحب لهاي المنطقة بس لا انا مغير بالاعدادات عشان وقت بس اسحبه فوراً لإضافة المناسبة للسلاح فوراً تروح على السلاح نفسه عشان ما أضيع وقتي بالتركيب ضفط إضافات وما بعرف إيش والشي متعلق بالإعدادات اللعبة مثل ما ذكرت الأمر لكن بشكل مختصر أخطبها كتوت بشكل أسرع مثل ما قلت لك كبسة F تفتح الحقيبة كبسة يمين وسحب كبسة يمين وسحب أو إذا مثلاً واجهت مشكلة يعني ما تقدر F تفتح الحقيبة بنفس الوقت عادي وقلت تنزل مسلاح فوراً أفتح الحقيبة فوراً كبسة يمين بالماوس على أول شغلة والشغلة الثاني أسحبها كبسة يمين وسحب كبسة يمين وسحب هاي أسرع الطريقة حالياً موجودة عشان تلوت فيها غير زي كنتم فعلها كرة بتاع اللوت هذا إشي ثاني هذا أسرع فهذا أول إشي الثاني إشي اللي تكلمت عنه أنه من الإعدادات فيك تخلي إضافة يعني الإضافات تتركب على السلاح بشكل أسرع هي من الإعدادات كما كم شايفين نروح تحت Auto-Equip Attachment with Interaction Key أنا مخليها Enabled Auto-Replace Attachment فإيش فرق بين هدول الثلاث؟ natives آآ إخ traum نلعب أن أكون من الأسفل Auto-Equip Attachment From Infantry يعني مثلاً إنت عندك سلاح خلا نقول S-Core ماشي و إنته مركب عليه إضافات كل شيء فإنته م بدك تشيل إضافات من M4 وحدة وراء وحدة وبعدين ترجعrine расchir وبعدين تضيف الإضافات من جديد لا أنت بشكل فوري إذا غيرت يعني إذا حطت هذا الإعداد Enabled اللي قلت لكم عليه وهو هذا Attachment from inventory إذا حطته Enabled فإيش رح يصير باللحظة السلاح الفاضي بدون attachment شلته وبدلته مع السلاح الموجود بالتشنته تلقائيا رح يشيل كل الإضافات بنفسه ويضيفه للأسلاح الجديدة اللي يضفته جديد على الإنفنتري يعني أنت مثلا عندك هون السكار ما نضاف عليه Vertical Suppressor مخزن أربعين Scoop Red Dot أنت فورا كل اللي عليك إنك تشيل الإنفور تحط عليه خلاص السكار رح ينكب بدون الإضافات الإضافات فورا تلقائيا رح تصير على الإنفور فهالشي سريع جدا إنك تسوي يعني رح يفيدك كتير ما في داع أنك والله تشيل هاي الإضافة تشيل هاي الإضافة تشيل السكوب تشيل المخزن وبعدين تحط السكار وبعدين ترجع تضيفهم لا ما في داعي لكل الشي هاي مثل ما قلت لك هاي أول شي أول عداد الخيار الثاني آآ برضو نفس الإشي متعلق بالخيار لهذا يعني تقريبا نفس الإشي لكن برضو حطه برضو رح يساعدك كتير يعني اتوقع مش متأكدة يا شباب بس اتوقع هاي بالكبسة اليمين بتاع الماوس فخلينا نطفي برضو أنا يعني من زمانه نفعلهم ومش نمسوي عليهم شي خالص خلنا نطفي لأشوف آه لا هذا توقع لأي شي تاني المهم انت هذا فعله ورح يساعدك ما بعرف الله نسيتنا لأيش إذا حدا بيعرف يكتبنا يا شباب بالتعليقات ممكن يساعدنا ويساعد غيره فهذا كان الفيديو يا شباب واللي متعلق بالكيف انك تلودي بسرعة اتمنى اكم استفاد لا تنسى لايك اذا استفادت اشتراك وتفعيل الجرس عشان ننصلك اشعار بالفيديوهات القادمة السلام عليكم اشتركوا في القناة